الأهلي في إطار سعيه للمطالبة بحقوقه النهاردة يمكن كان خبر مهم جدا في إطار ملاحقته للاعبه الإفوار السابق سليمان كلبالي انتوا فاكرين أن سليمان كلبالي كان هرب من الأهلي في أثناء عقده وبعد كده النادي الأهلي كان اشتكاه للمحكمة الرياضية الدولية أخذ الأهلي قرار أو حكم بإلزام اللعب بدفع مليون وربعمية ستة وتلاتين ألف دولار كان المفترض اللعب عنده جلسة استئناف أمام لجنة فضل المنازعات وهي أعلى لجنة في الاتحاد الدولي بالأمس رفضت هذه اللجنة استئناف اللعب ومن ثم إلزامه بدفع مليون وربعمية ستة وتلاتين ألف دولار تعويضا للنادي الأهلي عن ما ارتكبه هذا اللعب من فسخ العقد من طرف واحد هو أحد من أغرب أحداث كرة القدم عن مستوى العالم سليمان كلبالي في عيزة تقلقه وتعلقه الناس به واعتماد الأهلي عليه يفجر مفجأة ويدعي أنه ما كانش سعيد وأنه كان المهم يعني القرار اليوم انتهى نهائي وغير قابل للطعن وعليه إذا أراد أن يستمر في الملعب أن يسدد هذه المبالغ ننتظر إن شاء الله بحسب تأكدات أستاذ حلم عبد الرازل المستشار القانوني للنادي أنه النادي الأهلي هيبدأ إجراءات المطالبة بحصوله على هذا التعويض ترجمة نانسي قنقر